السلام عليكم درسنا النهاردة هو جاراكليليك الوجوب خدنا قبل كده صيغة الوجوب باستخدام اللاحقة مالي ومالي النهاردة هناخد صيغة مختلفة بنعبر بيها عن الوجوب في اللغة التركية وزي ما قلنا قبل كده ان الوجوب بنعبر بيه عن حاجة مضطرين ان احنا نعملها او لازم ان احنا نعملها جاراكليليك كبين دا كي جي بي قول مصي فيا بطل مصي جاراكلي دروم لار افادة ادار اول صيغة هناخدها عندنا بيكون شكلها كالتالي فيل بمعنى جزر الفعل بالاضافة الى ماك وده بنسميه المصدر جزر الفعل بالاضافة الى ماك هو المصدر في اللغة التركية بالاضافة الى كلمة لازم فيا جاراك كلمة لازم يعني لازم وكلمة جاراك يعني يجب مثال الجو بارد جدا لابد من ارتداء المعطف مسافر لار جالجك افي تميز لمك لازم فيا افي تميز لمك جاراك يعني الضيوف هايقو لابد من تنظيف المنزل دها فازلا كتاب اقوماك لازم يعني يجب قراءة المزيد من الكتب يعني يجب مساعدة كبار السن الصيغة دي لو خدنا بالنا من الامثلة هنلاقينا ان احنا بنتكلم بشكل عام مش بنتكلم بشكل شخصي يعني دي تعتبر صيغة عامة يعني مش بقول انا لازم افعل كذا او انت لازم تفعل كذا لا انا بقول يجب مساعدة كبار السن يجب قراءة الكتب وهكذا نفي الصيغة دي بيكون كالتالي جزر الفعل بالاضافة الى ما لحقة النافي بالاضافة الى ما بالاضافة الى كلمة لازم فيا جاراك مثال يعني يجب عدم مشاهدة التلفزيون بكسرة بيل جي سيار باشن دا اوزون سورة كال ماماك لازم يعني يجب عدم البقاء لفترة طويلة قدام الكمبيوتر توق فازلا كونوش ماماك لازم يجب عدم الكلام كسيرا ودي كده كانت الصيغة الاولى الصيغة التانية الصيغة التانية اللي بنقدر نعبر بيها اكتر بشكل شخصي نقدر نسميها الحالة الخاصة الصيغة التانية بيكون شكلها ازاي؟ بيكون شكلها او تكوينها اول حاجة جزر الفعل فيل بالاضافة الى ما اسم فيل ما هنا مش لاحقة نفي ولكن ما هنا اسم فيل نقدر نقول هنا انها المصدر المخفف مصدر المخفف في اللغة التركية هو بيكون بما او ما من غير حرف ك بالاضافة الى يعني لاحقة الملكية بالاضافة الى الكلمة جارك او لازم طيب نشوف تصرفها بنيم جيتمام جارك وهنا استخدمنا الضمير بنيم ما استخدمت الجبان لان التركيب عندي فيه لحقة الملكية فلازم استخدم الضمير هو كمان في حالة الاضافة بنيم جيتمام جارك يجب عليك ان يذهب بزيم جيتماميز جارك يجب عليكم ان تذهبوا سيزين جيتماميز جارك يجب عليكم ان تذهبوا ان لرن جيتمالري جارك يجب عليهم ان يذهبوا شكل الصيغة دي في حالة النفي بيكون كالتالي فيل جزر الفعل بالاضافة الى ما وهنا ما ولوم سزلك اكي يعني لحقة النفي بالاضافة الى ما يسيم فيل بالاضافة الى اي يليك اكي يعني لحقة الملكية بالاضافة الى كلمة جارك بيا لازم تصرفها بيكون كالتالي بنيم جيتمامام جارك يجب عليها ان لا اذهب سنين جيتمامان جارك يجب عليك ان لا تذهب ونون جيتماماسي جارك يجب عليه ان لا يذهب بزيم جيتماماميز جارك يجب علينا ان لا نذهب سيزين جيتمامانيز جارك يجب عليكم ان لا تذهبوا يعني تأخرت على الشغل لازم أركب تاكسي مين اللي تأخر؟ أنا فأنا بأتكلم بشكل شخصي بأتكلم علي أنا أنا اللي لازم أركب تاكسي يجب عليك أن تسقي الورود اللي في الحزيق مين اللي يجب عليه؟ أنت سلامان جارك تركيا دي اونيفرستة وكماكي تشين تركيا أي رنميميز لازم علشان ندرس الجامعة في تركيا لازم نتعلم تركي أي رنميميز لازم إحنا اللي لازم نتعلم تركي بندن صنرا دهات شوك تشالش منز لازم بعد كده لازم تشتغلوا أكتر درستة تلفون لأوين ممان جارك يجب عليك ألا تلعب بالهاتف في الدرس هارجون تلفزيون إيز لا ممانيز لازم مش لازم كل يوم تتفرجوا على التلفزيون الصيغة الثالثة اللي هناخدها النهاردة بيكون تكوينها كالتيل فيل جزر الفعل بالإضافة إلى ما اسيم فيل ما هنا مش النافي ما هنا اسيم فيل زي ما قلنا المصدر المخفف اللغة التركية بالإضافة إلى إيليك أكي يعني لاحقة الملكية بالإضافة إلى جارك وناخد بالنا هنا إن أنا في الصيغة دي بستخدم جارك بس ما ينفعش أستخدم لازم وهنعرف ليه من خلال الأمثلة بالإضافة إلى زمان أكي يعني لاحقة الزمن وطالما قلت لاحقة الزمن يعني أنا في الصيغة دي ممكن أستخدم أكتر من زمن سواء ماضي أو مستقبل أو حالي أرنك جملة لار بعض الأمثلة يجب أن أتعلم استخدام السيارة أو يجب أن أتعلم السواقة في أجازة الصيف هنا قلت إيه؟ استخدمت هنا شمدكي زمان يعني الزمن الحالي وجارك هنا استخدمناها كفعل مش كاسم علشان كده في الصيغة دي بستخدم جارك ومش بستخدم لازم المثال الثاني من أجل حياة صحية لابد من ممارسة الرياضة يوميا وهنا استخدمت الجنيش زمان كان المفروض أعدي عليك وأنا جاي من الشغل وهنا استخدمت يعني الزمن الماضي يعني هينبغي علي أن أذهب لتركيا الشهر القادم وهنا استخدمت زمن المستقبل هينبغي طبعا الصيغة دي لما بحب أنفيها بنفيها على حسب كل زمن يعني بشوف كل زمن الطريقة النفي بتاعته إيه؟ وبنفيها على حسب الزمن بتاعها الصيغة الرابعة اللي هناخدها النهاردة هنتعلم فيها إزاي نستخدم الكلمات دي زروندا مجبوريتين دي آ آ مجبور أول حاجة هنتعلمها هي إزاي نستخدم زروندا في مجبوريتين دي الكلمتين بتتزينها معنا مضطر أول حاجة الإثبات بيكون تكوينه إزاي؟ الفعل في المصدر بالإضافة إلى زروندا في مجبوريتين دي بالإضافة إلى أكفيلين جنيش زماني وأخذنا قبل كده إيه هو الأكفيلين جنيش زماني ده كده بالنسبة للإثبات بالنسبة للنفي بيكون طريقته إزاي؟ الفعل في المصدر بالإضافة إلى زروندا في مجبوريتين دي وهنا بقى إيه الإختلاف؟ إن أنا بضيف ديّل ديّل يعني ليس أباستخدمها للنفي بالإضافة إلى أكفيلين جنيش زماني تصريف بتاعه بيكون شكله جديلي بان جيتمك زروندا يم أنا مضطر أن أذهب سان جيتمك زروندا صن أنت مضطر تذهب أو جيتمك زروندا هو مضطر أن يذهب بيز جيتمك زروندا يز إحنا مضطرين أننا نذهب سيز جيتمك زروندا صن أنت مضطرين أن أنتو تذهب أون لار جيتمك زروندا لار هم مضطرين أن هم يذهب طيب إنا في بيكون شكله زي بان جيتمك زروندا ديّل أنا مش مضطر أن أنا أخرج سان جيتمك زروندا ديّل أنت مش مضطر للخروج أو جيتمك زروندا ديّل هو مش مضطر للخروج كلمة التانية اللي قلنا هنتعلم معناها هي مجبور من اسمها كلمة عربية يعني مضطر هي كمان أو مجبر الاسبات بتاعها بيكون شكلها ازاي فيل ارت ميا مجبور ارت شهس اكين يعني اللحاقة الشخصية ده بالنسبة لاسبيط طب بالنسبة للنافي فيل جزر الفعل بالاضافة الى ميا مجبور بالاضافة الى ديل يعني ليس بالاضافة الى شهس اكين يعني اللحاقة الشخصية تصرفهم ازاي بان جالميا مجبورم انا مضطر على المجي انا مضطر ان انا ايجي سن جالميا مجبورسون انت مضطر للمجي او جالميا مجبور هو مضطر للمجي بيز جالميا مجبورز احنا مضطرين للمجي او مجبرين على المجي سيز جالميا مجبورسون انتم مضطرون على المجي ان لار جالميا مجبورلار هم متضرون على المجيد طيب النافي بن الميا meci burdeylim أنا مش متضر ان انا اخد كل ما يا ماجبورdeyil انت مش متضر للأغز كل ما يا ماجبورdey هوا مش متضر للأغز بيز الميا ماجبورdeyles احنا مش متضررين ان احنا ناخد سيز الميا ماجبورdeyil انتم مش متضررين انتو اخدو هم مش مضطرين انهم يغضو ارنك جملالار بعض الامسيل درس چالشمك زرون ديم انا مضطرر ان انا زيكر طيب لو حبينا نقولها بشكل تاني هنقولها اي هقول درس چالشميا مجبورم درس چالشميا مجبورم انا مضطرر ان انا زيكر مثال التاني بوتو بلانتيا كطل مك زرون ديم انا مضطرر ان انا اشارك بالاكتمية هقولها برضو بصيغة تانية بوتو بلانتيا كطل ميا مجبورم يعني زرون دا باستخدم معيها قبلها الفعل في المصدر مك او مك لكن مجبور لازم يقبلها ميا كطل ميا مجبورم انا مقبر على المشارك مثال التالت انتم مضطررين ان يكون معاكو رخصة علشان تستخدموا العربية ممكن اقولها مثال الرابع انا مش مضطرر ان انا اتكلم معيك انا مضطرر ان انا ادفع الفطورة او اخر مثال انا مش مضطر ان احكي لك كل حاجة وبكده نكون خلصنا اغلب صيغ الوجوب في اللغة التركية وفضل حاجة بسيطة نعرفها وهي درجات الوجوب او درجات الاضطرار يعني مثلا لما اقول نهارده حساس نفسي مش كويس المفروض ان انا اروح للدكتور يعني مش ضروري قوي ممكن اروح وممكن ما اروحش النهارده انا حساس نفسي مريد يعني انا لازم اروح للدكتور يعني في قوة اكتر لما بستخدم الصيغة دي اللي هي فدي بتدل على قوة اكتر لكن لو عايز اعبر عن الاضطرار بشكل اقوى فانا هستخدم ايه هستخدم زي ما بقول في الجملة دي هنا بقول ان انا مريد جدا وعندي حرارة درجة حرارتي عالية لازم اروح للدكتور او انا مجبر ان انا اروح للدكتور يبقى صيغة زروندا او الصيغة اللي بستخدم فيها كلمة زروندا او مجبور فالصيغة دي بتدل على اضطرار لدرجة عالية وبكده نكون خلصنا درسينا النهارده والسلام عليكم ورحمة الله